وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإيايا فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجعرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشرى حدهم بالأنصى غل وجهه مصودا وهو كزيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أجمسكه على هون أم يدسه في الطراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة وليلله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم